موسيقى عزيزة التلميذة عزيزي التلميذ السلام عليكم ورحمة الله سنعالج في هذه الحصة تمرين يخص مثلك علوم الحياة والأرض ومثلك العلوم الفيزيائية ومثلك العلوم الريادية ومثلك العلوم الزراعية وسيكون هذا التمرين في المكون الأول في الاسترداد المنظم للمعارف وذلك في المجال المعرفي حول نقل الخبر الوراثي عبر التوالب الجنسي دور الإنقسام الإختزالي والإخصاب في تخليط الحليلات إذن سننطلق من قراءة نص التمرين سنحاول جميعا قراءة نص هذا التمرين يشكل كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب مرحلتين أساسيتين للتوالد الجنسي يتم بفضلهما الحصول على خلف مميز من حيث النمط الوراثي بعد تعريف هاتين الظاهرتين بين من خلال عرض واضح ومنظم ومعزز برسوم تفسيرية كيف تمكنان من تخليط الحليلات وبالتالي الحصول على خلف مميز وراثيا استخدم زوجين من الحليلات جرانتا وبيتيتا وغرانبي وبيتيبي في حالة مورتتين مستقلتين كما تلاحظون الآن بالنسبة لبنية هذا التمرين فقد قسم إلى ثلاثة أجزاء نعود إلى الجزء الأول يشكل كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب مرحلتين أساسيتين للتوالد الجنسي يتم بفضلهما الحصول على خلف مميز من حيث النمط الوراثي يشكل هذا الجزء المجال المعرفي الذي سيريد فيه السؤال ننطلق الآن إلى الجزء الثاني بعد تعريف هاتين الظاهرتين بين من خلال عرض واضح ومنظم ومعزز برسوم تفسيرية كيف تمكن كل من ظاهرة الإخصاب وظاهرة الانقسام الاختزالي من تخليط الحليلات وبالتالي الحصول على خلف مميز زوراتيا يشكل هذا الجزء كما ترون السؤال ثم لدينا الجزء التالي من مكونات هذا التمرين استخدم زوجين من الحليلات في حالة مورثتين مستقلتين يشكل هذا الجزء تعليمات ترتبط بالسؤال هذا فيما يخص بنية التمرين إذن من خلال قراءة هذا التمرين لا بد من استحضار بعض المعطيات المنهجية إذا عدنا إلى قراءة التمرين سنلاحظ بأن المطلوب في السؤال هو تحديد دور الانقسام الاختزالي في تخليط البيت سبغي من خلال تتبع زوجين من الحليلات محمولين على زوجين مختلفين من السبغيات إذن نحن هنا في حالة مورثتين مستقلتين وتحديد دور الإخصاب في الرفع من التخليط الوراة وسنحدد هذا الدور من خلال إنزاج شبكة التزاوج في حالة انتقال دائما كما قلنا مورثتين مستقلتين معطيات منهجية يجب استحضارها كذلك أول عملية يجب أن نقوم بها انطلاقا من نص التمرين هو استخراج الكلمات الأساسية الواردة في نص الموضوع والأملية الثانية التي يجب القيام بها هو يجب أن ننظم هذا العرض في فقرات منسجمة كل منهما أو كل منها تتناول فكرة أو مفهوما معينا إذن فلنبحث جميعا عن المعطيات والمفاهيم الأساسية إذن نعود الآن إلى الجزء الأول قلنا يشكل كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب مرحلتين أساسيتين في التوالد الجنسي يتم بفضلهما الحصول على خلاف مميز من حيث النمط الوراة إذا تتبعنا جميعا المفاهيم الأساسية إذن يظهر أن المفهوم الأول والمفهوم الثاني الذي يجب تناوله في هذا العرض هو كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب ويجب أن نربط الانقسام الاختزالي والإخصاب بالتخليط الوراة لكي يعطينا فردا مميزا من حيث النمط الوراة إذا المفهوم الآخر الأساسي هو مفهوم النمط الوراة الآن نعود إلى الجزء الثاني بعد تعريف هاتين الظاهرتين بين من خلال عرض واضح ومنظم ومعزز برسوم تفسيرية كيف تمكنان من تخليط الحليلات وبالتالي الحصول على خلاف مميز وراثيا إذا المفهوم الأساسي هنا لدينا مفهوم أساسي هو نعم تخليط الحليلات وفي النهاية الجزء الثالث الذي قلنا بأنه يشكل تعليمة ترتبط بمقدداية السؤال استخدم زوجين من الحليلات في حالة موريتتين مستقلتين ويمثل الرمز أننا بصدد موريتتين مستقلتين إذا هذه العملية هي عملية أساسية استخرجنا هذه المفاهيم إذن سنحاول أن ننظم هذه المفاهيم ومن خلالها سيفضي هذا التنظيم إلى وضع تصميم للعرض الذي يجب أن نضعه في ورقة التسويل إذن ماذا لدينا؟ لدينا الانقسام الاختزالي يجب أن نربطه بتخليط الحليلات ولدينا كذلك الإخصاب وعلاقته بتخليط الحليلات وذلك في حالة موريتتين مستقلتين مع اعتبار زوجين من الحليلات أ وبيتي بي بتي أ وغان بي وبيتي بي وذلك سنتناول هذين المفهومين في علاقتهما مع الحصول على نمط وراتي مميز إذن هذه المعارف ستفضي بنا إلى وضع تصميم للعرض إذا عدنا الآن إلى معطية السؤال طالبنا السؤال بتعريف كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب إذن من اللازم أن نقوم بتعريف كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب ثم سنتناول دور الانقسام الاختزالي في تخليط الحليلات في حالة موريتتين مستقلتين وفي فقرة موالية سنتناول دور الإخصاب في تخليط الحليلات في حالة موريتتين مستقلتين ومن المستحب أن نضيف إلى معطيات هذا العرض مقدمة وخاتمة سنتناول فيها علاقة كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب بتخليط الحليلات والحصول على نمط وراتي فريد من نوعه إذن نعود الآن إلى معطيات منهجية لا بد من استحضارها في هذا العرض أولا يجب علي أن أعرف كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب وأحدد دور الانقسام الاختزالي في تخليط الحليلات مع التركيز على الهجرة العشوائية للسبغيات خلال الطور الانفصالي واحد لماذا التركيز على هذا؟ لأنني أنا بصددي موريتتين مستقلتين لن أتطرق في هذا العرض بتاتاً إلى التخليط الدم السبغي ثم سننطلق إلى دور الإخصاب في حالة الإخصاب في التخليط الوراتي من خلال التقال الأمشاج بالصدفة يعني سأبني شبكة التزاوج مع استخراج العنماط الوراتية الممكنة وسأختم العرض بدور كل من الانقسام والإخصاب في التنوع الوراتي سننطلق الآن إلى معطيات العرض إذن قلنا من المستحب أن نقدم عرضنا بمقدمة ما الهدف من هذه المقدمة؟ فلها دور أساسي يتجلى هذا الدور في وضع الموضوع في سياق أكثر عمومية مع اللجوء تدريجياً إلى حصره في السؤال المطلوب يعني الانطلاق من معطيات عامة ترتبط بالموضوع وتدريجياً نحصر مقتضيات الموضوع في السؤال المطروح ومن هنا إذا عدنا إلى السياق يقول هذا السياق أن يؤدي كل من الانقسام الاختزالي والإخصاب خلال التوالف الجنسي إلى الحصول على خلف فريد وراتياً هذا التمييز الوراتي هو حصيل لتخليط الحليلات خلال هاتين الظاهرتين يؤد هذا سياق عام سننطلق منه في موضوعنا ثم سنترطرق في هذا العرض للتخليط الوراتي عبر هاتين الظاهرتين في حالة مورتتين مستقلتين إذن هنا قمنا بحصر الموضوع في متطلبات السؤال إذن بالنسبة للعرض عرض منظم للمعارف لأن هنا يجب بناء العرض وفق منهجية واضحة ومن المستحب أن يتضمن فقرات مميزة مع تأزيزه برسوم توضيحية عند الاقتضاء هذه الرسوم التي يجب أن تكون واضحة مصحوبة بأسماء عناصرها ومعنوانة إذن إذا عدنا إلى فقرات العرض يجب أن تكون هذه الفقرات متجانسة يعني كل فقرة تعالج فكرة أو مفهوما محددا متكاملة ماذا يعني؟ يعني متكاملة في مكوناتها ومتكاملة مع الفقرات الأخرى يعني تغطي مختلف جوانب الموضوع تتضمن معطيات علمية دقيقة مع استعمال أسلوب علمي سليم يعني نتوخى في هذا العرض الدقة العلمية ويجب أن نحصر من خلال هذه الدقة نحصر العرض في مقتضيات الموضوع ترتبط فيما بينها بشكل منطقي يعني ننتقل تدريجيا من فقرة إلى أخرى وتتضمن عند الاقتضاء رسوما واضحة وكبيرة ومعنونة ومصحوبة بالتعليق الآن سأعود إلى الفقرة الأولى طالبني السؤال بتعريف كل من القسام الاختزال والإخصاب ولكن يجب أن يكون هذا التعريف مرتبط بمقتضيات الموضوع لا أعرفه في شكله الآن ولكن يجب أن أحصر تعريفي في مقتضيات الموضوع حتى ترتبط هذه الفقرة بالفقرات الأخرى ماذا نقول عن القسام الاختزالي؟ هو ظاهرة تمكن من الحصول على خلايا أحادية الصيغة السبغية انتلاقا من خلية أم تنائية الصيغة السبغية نعرف جميعا هذا ويكون لاحظوا ويكون اختزال أدد الصيغة السبغية يعني العودة من تنائية الصيغة السبغية دزان إلى أن مصحوبا بتخليط الحليلات مما يؤدي إلى الحصول على خلايا جنسية مختلفة وراتيا الشيء الذي سأبينه في العرض الإخصاب نفس التعريف تقريبا نفس مكونات التعريف السابق الإخصاب ظاهرة تمكن من الحصول على بيضة تنائية الصيغة السبغية يعني إعادة تنائية الصيغة السبغية انتراقا من التقاء خليتين أحاديتي الصيغة السبغية يمكن الإخصاب كذلك من تخليط التخليط الوراتي من خلال الالتقاء العشوائي للأمشاش إذن سأجيب على هذا التعريف من خلال الفقرات الموالية إذن الفقرة الأولى دور الانقسام الاختزالي في تخليط الحليلات في حالة مورتتين مستقلتين إذن نعلم جميعا أن الانقسام الاختزالي يشتمل على انقسامين متتاليين انقسام أول نسميه بالانقسام المنصف وانقسام ثاني تعادلي خلال الطور الانفصالي للانقسام الأول يمكن لكل سبغي من أحد زوجي السبغيين أن يهاجر مع أحد سبغيي الزوج الآخر والذي سعرفون جميعاً ما يسمى بالهجرة العشوائية للسبغيات ويترتب عن ذلك افتراق مستقل الحليلات الأبوية بالنسبة لكل زوج من السبغيات وهذا ما يسمى بالتخليط البي السبغي وهنا سأحاول من خلال هذه المقدمة سنحاول أن نفسر ذلك من خلال المثال الذي حدد في السؤال يبين الرسم التالي هذا التخليط في حالة مورثتين مستقلتين يعني أعتبر التعليم سنعود إلى رسم تفسيري التخليط البي السبغي في حالة مورثتين مستقلتين سننطلق من اللازم أن أنطلق من خلية أم للأمساج دوزان تساوي أربعة سأمثل أنا بصدد زوجين من السبغيات سأمثل الزوج الأول سبغيين متماثلين وسأموضع المورثة المورثة بحاللين مختلفين يعني تحمل شكلين مختلفين من نفسي للمورثة حاللين مختلفين يمثل هذا المورثة وبنفس الشكل سأحاول أن أمثل الزوج الآخر يحمل المورثة بحاليليها غران بي وبيتي بي إذن أنا بصدد خلية دوزان الآن سأركز كما قلت في المقدمة هذه الفقرة سأركز على الانفصالية واحد أولا سأرسم سبغي الحامل للحاليل غران تا وسأضع معه السبغي الحامل لغران بي حتما سيكون السبغي الحامل للحاليل بتيت ا مع السبغي الحامل لبيتي بي أو الحالة الأخرى يعني سأمثل السبغي الحامل لغران بي مع السبغي الحامل لغران تا مع السبغي الحامل لبيتي بي وحتما سيكون السبغي الحامل لبيتي تا مع السبغي الحامل لغران بي وفي هذه الحالة في النهاية كما تلاحظون سنحصل على أربعة أنماط من الخلايا إذن لدينا أربعة خلايا متنوعة هذه الخلايا هي التي ستخضع إلى ما يسمى بالمرحلة الفصالية جوج إذن يبرز هذا الرسم التفسيري أننا حصلنا انطلاقا من الخلية الأم للأمساج على أربعة خلايا مختلفة من حيث تأليفة الحليلات يتم خلال انفصالية جوج من انقسام التآدلي افتراق سبيغية كل سبغي فنحصل على أربعة أنواع من الأمساج ذات أنماط وراتية مختلفة لها نفس احتمال الظهور ويوضح الرسم التالي إذن سننطلق من النهائية واحد إلى النهائية جوج وسنمثل سبغيات ولكن كل سبغي ممثل بسبيغي واحد إذن النتيجة هي ماذا؟ حصلنا إثر الانقسام الاختزالي على أربعة أنواع من الأمساج سنحصل على أربعة أنواع من الأمساج الدكارية وأربعة أنواع من الأمساج الأنتوية إذن دور الإخصاب في تخليط الحليلات في حالة موريتتين مستقلتين إذن ماذا يمكن الإخصاب؟ يمكن الإخصاب من الرفع من نسبة التخليط الولاياتي إطراء التقاء الأمساج بالصدفة ويمكن تمثيل ذلك كما قلنا في مقدمة العرض بشبكة التزاوج ولاحظوا مع أي شبكة التزاوج؟ سنضع الأمساج الأنتوية في مجال معين ثم الأمساج كما هو مبين في الجدول ونقوم بالتزاوجات إعادة تنائية الصيغة السبرية ونحصل على أنماط من البيضات مختلفة ويمكن أن نحسب عدد هذه الأنماط نمط واحد نمط جوش بما أن هناك تشابه بين الأنماط نمط ثالث كما تلاحظون نمط رابع نمط خامس نمط سادس نمط سابع نمط تامن ونمط تاسع إذن ماذا لاحظنا هنا؟ نحصل على تسعة أنماط وراتية مختلفة إذن فالإخصاب يزيد من التنوع الوراتي لأننا انطلقنا من أربعة أنماط وأصبحنا بصدد تسعة أنماط وهنا ستكون الخاتمة تجيب على المفاهيم الأساسية المطروحة في السؤال وتعطي طابعا تأميميا لهذه المفاهيم إذن تجيب على السؤال العلم المطروح وتمكن من فتح الموضوع إلى مجالات أخرى إذن سنقرأ جميعا هذه الخاتمة يظهر من خلال المعطيات السابقة أن التخليط الوراتي خلال كل من القسام الاختزال والإخصاب يمكن من الحصول على أفراد تحمل تأليفات من الحليلات مختلفة لاحظوا سنؤمم الآن وبما أن السبغيات تحمل أددا هائلا من الحليلات فإن التخليط البي السبغي المصحوب بالتخليط الضم السبغي والمكبوع بالتقاء العشوائي للأمساج سيعطي أفرادا فريدة من نوعها من حيث النمط الوراتي داخل نفس النوع شكرا على حسن التتبع وإلى حصة قادمة بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة